اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعي تقس العرب في الأردن أسد الله أوقاتكم بكل الخير نهر اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار ومن المتوقع إن شاء الله أن تنخف درجات الحرارة ليلا تصبح الأجواء مائلة إلى البرودة هنتعرف تفاصيل هذه النشرة من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم نلاحظ انتشار كميات من الصحب العالية في مناطق عشوائية من المملكة ولكنها بدون أي فعالية انتقالا إلى خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس نلاحظ يوم الاثنين أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار يوم الثلاثة أيضا أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار يوم الاربعاء وحتى يوم الخميس إن شاء الله في اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا بتأثر على عموم مناطق المملكة في ساعات النهار أما في ساعات الليل تصبح الأجواء الربيعية دافئة إن شاء الله ننتقل لنتعرف درجات الحرارة في العاصمة عمان لهذه الليلة بتسجل 15 تقريبا نسبة الرطوبة عالية 90% وسرعة الريح 11 كم في الساعة أما عن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في العاصمة عمان لثلاثة أيام القادمين يوم الثلاثاء 28 نهارا 18 ليلا أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار يوم الأربعاء 32 أجواء حارة نسبيا وأجواء صافية مشمسة 21 ليلا مع أجواء ربيعية دافئة يوم الخميس 24 نهارا أجواء حارة نسبيا وبتنخفض ليلا من 23 دلاجة مئوية وأجواء غائمة جزئية متابعين هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحنا على ألف خير النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة